سلام عليكم ازايكم هسألكم سؤال انتم معرفين اصحاب الفيسبوك والانستجرام والواتساب والبنترست واليوتيوب بيصرفوا مليارات قد ايه علشان يطوروا من البرامج دي طب انتم تعرفهم ان الناس دي مشغلة تحتها الاف الموظفين بالاف وملايين الدولارات طيب ما سألتش نفسك سؤال انت ازاي بتدخل على الفيسبوك ببلاش محدش بيقولك ادفع مقابل الشركة او ادفع مقابل اجور الموظفين او ادفع مقابل العلماء اللي اخترعوا الزكاء الاصطناعي ازاي بيخلونا ندخل ببلاش معقول هم بيحبونا قوي كده الحلقة بتاعتي النهاردة هي بتلخص فيلم تسجيلي خطير جدا لانه حرفيا هيغير فكرك تماما وهيغير طريقة حياتك الفيلم ده اسمه The Social Dilemma او المشاكل اللي سببتها لينا The Social Media ده فيلم تسجيلي لاشهر ناس اشتغلت في قنوات The Social Media اكبر ناس اصحاب منصات دعاية وDigital Marketing بكل بساطة الناس دي بيقولوا ان اكبر عدد من مرضى الاكتئاب في سن الشباب ظهر في ايامنا الحالية بسبب انتشار السوشيال ميديا بسبب انتشار حملات السوشيال ميديا وهي دي الكارثة اللي كل الناس مش عارفاها منصات السوشيال ميديا عملت حاجة اسمها الالجوريزم يعني عندها القدرة انها تخلي البرامج اللي عندك على موبايلك تدرس شخصيتك وتحفظك وتعرف ايه هي اهتماماتك في الدينية والسياسية والاقتصادية السوشيال ميديا درست كل فكرك بل كمان بقى عندها القدرة انها تتنبأ باللي انت هتفكر فيه الفترة الجاية اسأل نفسك السؤال ده عمرك في مرة كنت قاعد لوحدك بتفكر في حاجة ومتكلمتش فيها مع حد وفجأة دخلت لقيتها موجودة على السوشيال ميديا هي دي الالجوريزم هي دي الزكاء الاصطناعي انت دلوقتي بقيت كتاب مفتوح من شوية كنت بقولك انت مدفعتش مقابل علشان تستمتع بالخدمة بتاعة السوشيال ميديا للأسف انت المقابل انت السلعة انت اللي بتتباع للشركات اللي عايزة تروج لمنتجها زمان كان الاعلان بيتزع في التلفزيون بيتزع لكل الناس للصغير والكبير والمهتم واللي مش مهتم وما كانش بيروح للكاستمر او الزبون اللي المصنع والشركة بتدور عليه لأ دلوقتي دنيا اختلفت انت لو بتعمل اعلان على السوشيال ميديا انت بتختار بنفسك البرسونا او البروفايل بتاع الشخص اللي هيزهر له الاعلان ده لأ ده انت كمان بتختار المكان اللي هو عايش فيه القريب من التجارة بتاعتك لو انت شخص عايز تغير موبايلك واقعد تتسرش على جوجل وتكتب نيوم موبايل او عايز تكتب اسمه موبايل جديد هتدخل على الفيسبوك هتلاقي كل اعلانات الموبايلات جات لك كل عروض وخصومات الموبايلات جات لك ايه يا عم المشكلة لما يجيبوا لي السلعة اللي انا بدور عليها لغاية عندي واختارها بكل سهولة وكمان عليها خاصة اتس اوكي ما اختلفناش الكارسى بقى جاية دلوقتي خليك عارف ان اهم هدف لاصحاب السوشيال ميديا واهم هدف للالجوريزم الزكاء الاصطناعي اللي قلتلك عليه من شوية هو انه يخليك اطول فترة ممكنة ماسك موبايلك وانلاين اطول فترة ممكنة يعمل لك تحديثات يعمل لك اوبديتز يعمل لك لعب تحبها يعمل لك ايموشنز يحاول يعمل لك حاجات تستنفذ مشاعرك يخليك دايما متشوق انك تفتح الموبايل يعمل لك علامة حمرة كده على الفيسبوك علشان تلفت انتباهك على فكرة في علم النفس بيقوله ان الدائرة الحمرة اللي فيها رقم واحد اللي هي الاشعار او الناتفيكيشن دي حاجة بتخلي عندك حماس وفضول ان انت تجري وتفتح الموبايل ده كمان الموضوع تطور ده بيبعث لك نتفيكيشن يقول لك صاحبك بقى عنده عيد ميلاد النهاردة فانت طبعا علشان زوق لازم تدخل تقول صاحبك هابي بيرس داي لو حد عنده حالة وفاة انت لازم تدخل تكتب له البقاء لله علشان تبقى بنقصول احنا بنتشد للسوشيال ميديا عايزينك طول الوقت تكون فاتح موبايلك علشان يقرأ افكارك السوشيال ميديا لعبت على الهرمونات بتاعت الادمان جوانا خلتك تجري على الموبايل وانت الخسران طبعا انت خسرت ايه؟ انت خسرت وقت انت خسرت حياتك انت خسرت حياتك الاسرية حياتك الاجتماعية حياتك المهنية طول اليوم انت قاعد على الفيسبوك انت طول اليوم حتى في شغلك مسك الفيسبوك عمال تعمل انتر اكشن وتعمل لوف وتعمل شير وتعمل كوميك طيب انا قلت لكم ملخص الفيلم انا قلت لكم الكوارث اللي احنا مش حاسين بيها قلت لكم الزكاء الاصطناعي والالجوريزم اللي بيدرس شخصيتك وبيتنبأ انت بتفكر في ايه وهتفكر في ايه المرحلة الجاية الحل ايه؟ الحل بكل بساطة انك لازم تفصل موبايلك وقت متزن في اليوم مش هينفع ان انت 24 ساعة فاتح موبايلك مش هينفع ان انت 24 ساعة عملت قرأ الناتفكيشن ركز في حياتك طور من نفسك اعمل شغلك ركز مع قصرتك حل مشاكلك العب رياضة بعد اذنكم ركزوا اقفلوا الناتفكيشن ما تركز في الحاجات المش مهمة ما تتبعش صفحات مش مهمة ما تتبعش اشخاص مش بيعمل محتوى محترم ابعد عن الناس الساسجل على التيك توك البنات اللي بتطلع ترقصه والبنات اللي بتلبس دايق والشباب اللي بتعمل حاجات مش لطيفة والشباب اللي بتتكلم عن الالحاد في حاجات كتيرة جدا على سوشيال ميديا سيئة اوعى تنجارف وراها ركز بعد اذنكم خدوا اجازة من الموبايل شوية وفوقوا وتعلموا اللي بيحصل فينا شكرا لكم واتمنى اكون اضفت حاجات جديدة في الفيديو النهاردة والسلام عليكم